لدى استقبال سموه لعدد من المسؤولين بالمملكة فقد استذكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالتقدير كل يد بنت وكل جهد بذل وكل خدمة أسديت من أجل رفعة الوطني ونهضته وقد أكد سموه أن الحكومة تواصل مساعيها لتحقيق المستوى المعيشي الذي يؤمن للمواطن احتياجاته وإنها تبدل قصار جهدها لأن تبقى تكاليف المعيشة في البحرين في حدودها ومستوياتها المعهودة رغم التحديات الاقتصادية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر استقبل بقصلك ضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعددا من كبار المسؤولين بالمملكة حيث تترق سموه معهم إلى العديد من قضايا الشأن المحلي والدولي وخلال لقاء استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر دور رجالات البحرين الأوائل وإسهاماتهم في دعم مسيرة نهضة الوطن ونمائه عبر السنين مؤكدا سموه أنهم قدموا القدوة للأجيال القادمة في معنى البذل والعطاء من أجل الوطن وقال سموه إننا نفتخر بأن لدينا ماض عريق يعبر عن أصالة هذا الشعب وكل ما تشهده البحرين في الوقت الحالي من نهضة وتطور لم يكن يتحقق لولا عطاء أجيال متعاقبة من أبناء الوطن وضعوا مصلحة بلدهم نصب عينيهم وقدموها على ما عداها من أولويات وقد أكد سموه أن الحفاظ على ما تحقق للوطن من مكتسبات في مختلف المجالات والبناء عليها يحتاج إلى أن تتضافر جهود جميع فئات المجتمع وأن تتحد وراء هدف واحد هو نهضة الوطن وتطوره وقال سموه أن كل ما يحيط بنا في المنطقة من تطورات لن يشغلنا أو يؤثر في عزيمتنا على تحقيق ما نتطلع إليه من خير للوطن وشعبه سندنا في ذلك بعد توفيق الله عز وجل شعب متماسك ويتحل بالوعي والتصميم للوصول بالوطن إلى أعلى درجات الإنجاز وشدد سموه على ضرورة تعميق قيم التواصل والترابط بين أبناء المجتمع البحريني الواحد وأن لا نترك المجال أمام من يريد نشر مظاهر الفرقة والانقسام مؤكدا سموه أن الأمن والاستقرار لا غنى عنهما لصيانة الإنجازات التي تحققت للوطن في شتى القطاعات ترجمة نانسي قنقر